السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن تجربة ذيالي الشخصية مع مباراة حراس الجمارك مباراة الجمارك بصفة عامة بالنسبة للشفاوي فكانوا استدعاونا ندوزوا بحي الرياض في مدينة الريباط فهذا المركز هذا على مكندن نعم كنا ندوزنا هنا تجيوا بكري مع ستة الصباح يجب أن تكونوا تماماية لم يكن ستة الصباح تجيوا تدخلوا تستفوكم في واحدة الكراسة تجيبوا معكم السيفيات ديالكم نظن مهم قبل كل هذا كيف تفضلك كونفوكاسيون الدار وقت اللي قد وستعانا في 2019 فوصلتني كونفوكاسيون الدار 2018-2019 سأفلوز الكتابي نسيته دمونا تقريبا مدة طويلة مدة طويلة صراحة شي شهرين ولا شهر وكانوا يعيطوننا كذلك الوقت تدوزنا الكتابي في كلية الطب كانوا يفرقونا على حزاب كله وفي نعطاوه كنتوزنا في كلية الطب أعطونا كسام وأعطونا موضوع بالنسبة للموضوع فكانوا أعطونا جمع واضيع واحد وقيلة خاصة بالثلوث البيئي وموضوع آخر وبالنسبة للكسام فكانوا أعطونا يعني كسام اللي تقافة عامة سوى بتاريخ المغرب سوى يعني كسام خاص مهم هذا الشيء ترى دازداب ما عندنا من ديرو به بالنسبة للشفوي فمن بعد كانوا سيفتولي سوف تكون فوكاسوني اللي لقيتها رضي بنصورها لكم أنهم سدعون نهار الفلان فلاني على الساعة السابعة صباحا أنك تكون في حي الرياضة بمدينة الرباط فين سوف يدوز الامتحان الشفوي عندهم نظن الواقع هنا في الجهة هذه في الرباط قريب لهذا المبنى هذه الالتصالات فتك تطلعها مهم كنا مشينا بكري نزلنا شدينا تاكسي من المحطة تاكسي من المحطة تاكسي من المحطة ستقام عليك تقريبا بشي كذا وعشرين درايام أو الأشياء بحلقة مهم ما بعيدش بزاف كما عارفين السلاة والرباط وليك شي فيهم تاكسي يصغالين مهم معنينش كما قلت لكم سوف يمشينا مشينا ندوزو شأننا شأن أي واحد كتدخل في الأول من بعد ما كتدخل يضعك يجلسك على مهمة لكراسة كم ستفين وانتشد السافة ذلك والوطائق التي يجلبها غالبا يكون غير السافة ومن بعد سوف يستفونا على حسب الأرقام أرقام التي تعطيتنا في الأول من بعد ما استفونا فهم يبقى ينوضو يدوزو لك الطول يدوزو لك الطول يدوزو لك الطول اللي هو أول حاجة كنظن الطول والوزن ويقيدهم أحد أخونا في واحد الورقة السافة الذين لا يدوزو لها تكسا تكسا لا تزيدوا معها لكي يكون إقصاء مباشر ومن صرحة لا يبقى عاقل مزيان ولكن مهم سأعطيكم المهمة التي ستنفعكم في هذا الكونكور إذا بالنسبة من بعد ما دخلنا بحلقة وقلسنا سافة يجاو يساولوك 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 ويسافتوك باش تدخل السافة يساولوك على الرقم لكي يساولوك تدخل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يعني لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص وغالباً يكونوا جوش أشخاص يعني بعض المرات يكونوا ثلاثة أشخاص بعض المرات يكونوا فقط جوش أشخاص قلسين قبالتك فكتدخل نتايا كتسلم كتسعطيهم السافة لكي يقولك السافة والبيطاقة الوطنية كتسعطيهم السافة والبيطاقة الوطنية وكتسعطي ثلاثة أشخاص ثلاثة أشخاص يساولوك في الأول أنك تبريزون تراسك يقدر يقولك بريزون تراسك بفرنسي يقولك عرفنا براسك في أنتك تعرف بالعربية وباللغة التي توجدها يعني على حساب اللغة المطروح بهالسؤال بها تكون الإجابة بعد ما تبريزون تراسك يأخذ ما عندك السافة تسولك عن كل صغيرات وكبيرات مضمنة في السافة حتى لذلك الهوبيز اللي ما تكونش أنت أصلا عارفهم تسولك عليهم تكون دايلو مثلا السباحة يسولك على السباح تكون دايلو مثلا الكورس يسولك على الكورس تكون دايلو مطالعة يسولك كتاب قريتي يعني باش تكونوا عارفين باش ضم الحاجة اللي انت تضعه بطعم زيان في السافة حيث يسوله على كل حاجة في السافة يسولك وكبيرات أولا السؤال الأول يقول لك لجي تين لعنا يعني أول سؤال كان هو علش جي تين لعنا وهنا يعني خاصة تكون فاطعين وتكون الإجابة ديها يعني متوازنة وتكون الإجابة ديها جيدة يعني انتو الإجابة ديها كذلك الساحة هي اللي كتتعملها لك أنا ما نقدرش نعطي إجابات يعني من عندي فأنت تقدر تقلب على الإجابات الخاصة بك فأنت تقول لك على جي تين لعنا جي تين لعنا مهم سأتجاب لك الساحة السؤال الثاني اللي كان كان قللي هدر شنو هي يعني اسميه المقاييس العالمية مثلا المقاييس الطول ديال الوازن قال لي أعطينا خمسة ديال المقاييس عالمية كتحرفها باللغة الفرنسية يعني المتر القرام الواط البيت مهم تقول لك المقاييس العالمية اللي تتحرف وما تسترساش باش ما تنساش من بعد طرح علي سؤال آخر قال لي شنو هي الوظائف أو المهام التي يقوم بها مفتش الجماريك قال لي شنو هي المهام التي يقوم بها حارس الجماريك قال لي شنو هي المهام ديال الجماريك بصفة عامة قال لي تقدر علي واحد السؤال يعني كان وجود ناس ما كان بسيكولوج ما كيسولك بساف الأخير اللي كيسول هذا البسيكولوج يعني فش كيسولك ركعتك بسيكولوجود التي تحاول تحلها مثلا كنت راح عليها واحد السؤال اللي بسيط قال لي مثلا لك تكت قهوة وقالسين معك سحابك اي مون انطيتها في التليفون وش فاش غتر جاعة تشرب من نفس تلك الكاس اللي كنتي حاط ام انك تجنب انك تشرب منه سواهيني قال لي وش اه 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 من صاحب يعني سعي لاعرفس شي جديد ويش بحالك مويم يسولك بحالة الأسئلة هذه بنسبة المسؤال العلمية فهو يسولك صراحة لمستوى العلمي shouted اللي يقول رحلنا مثلا يقدر يحطك تاكس تقرار يقدر يقولك يعني دكشي على حساب انت وشنو ذاير ليدرتيها فخص تكون مسؤول عليها 100% ليدرتيها فخص تكون يعني تجاوب عليها 100% فهذا ما كان بالنسبة للناس اللي بغى تتعرف اكتر حول التجربة الشخصية ديالي وحول طرق الاجابة بصفة عامة على مثل هذه الاسئلة فان شاء الله ندير حلقة جديدة خاصة بطرق الاجابة والاشياء اللي غلط فيها صراحة ازدفاد الاختبار الشفهوي مرادوزن اختبار طبي في بن سليمان اللي ان شاء الله سندير عليه حلقة منفصيلة ان شاء الله بعد ما يبانوا النتائج ديال الكتابة وتجتازوا امتحان الشفه بنجاح فكنتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح وشكرا لكم وإلى اللقاء